موسيقى في أول إشارة رسمية روسية إلى الإعداد لعمليات عسكرية في إدلب قالت موسكو أن التحرك العسكرية المحتمل في إدلب سيكون منظما بشكل فعال إذا تم على خلفية التحضيرات الجارية لعقد قمة الروسية تركية إيرانية لأسبوع المقبل تحدثت موسكو للمرة الأولى رسميا عن إعداد لعملية عسكرية منظمة وفعالة في إدلب وقالت إنه لا يمكن السماح ببقاء محميات إرهابية في هذه المنطقة وبحث مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا والخطوات التي سيتم اتخاذها هناك وأعلن ناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع عضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا وذلك في إطار التحضيرات الجارية لقمة ضامني مسار أستانا التي تنعقد الخميس في سوتي ورغم أن بيسكوف لم يتطرق بشكل مفصل إلى أجندة القمة المقبلة لكنه أشار إلى أن مستجدات الوضع في سوريا ستكون مطروحة على الطاولة فيما أعلن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشنين الذي عاد قبل أيام من جولة شملت بالإضافة إلى دمشق الأطراف المنخرطة في الملف السوري، إيران وتركيا وإسرائيل أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والوضع في إدلب سوف يكونان على رأس الموضوعات المطروحة للبحث خلال القمة وفي أول إشارة رسمية روسية إلى الأعداد لعملية عسكرية في إدلب قال فيرشنين أن التحرك العسكري المحتمل في إدلب سيكون منظما بشكل فعال إذا تم وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة سابقا أنه لا يمكن القبول ببقاء التهديدات الإرهابية من إدلب إلى الأبد وتحدثت أوصات عسكرية عن ضرورة القيام بتحرك مشترك مع تركيا وأشارت تسريبات إلى أن الوفود العسكرية الأمنية من البلدين ناقشت تفاصيل تحرك مشترك خلال الأسابيع الماضية لكن موسكو تجنبت حتى الآن التعليق رسميا على هذه المعطيات وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من أنقرة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن تحرير محافظة إدلب السورية من الإرهابيين وتطرق فيرشينين إلى ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا وأكد أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول تفاصيل الانسحاب المحتمل وأعلنت أنقرة رفضها عملية عسكرية مشتركة مع روسيا في محافظة إدلب السورية معتبرة أن وجود مجموعات متشددة لا يبرر مثل هذه العملية التي ستخلف ملايين اللاجئين ورأت أن هناك استفزازات تهدف إلى تخويض اتفاق سوتشي الذي تم توصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي في السابع عشر من سبتمبر أيلول الماضي بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر هذه الجماعات الإرهابية والحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيفاي مع من شيكاغو الأستاذ نمرود سليمان كاتب ومحلل سياسي ومن اسطنبول الأستاذ وائل علوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن طيفاء الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم أستاذ وائل مساء الخير أسعد الله مساءكم أهلا بك أستاذ وائل على مسافة أيام قليلة لاجتماع روسي تركي إيراني تحت مسمى سوتشي لأول مرة روسيا تشير بأنها تجري إعدادات لبدء عملية عسكرية كما وصدفتها لتطهير إدلب من التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك نعم طبعا في البداية من الإشارة إلى أن هناك محا اتفاق بين الدول الضامنة لمساء سوتشي على أن الوضع في إدلب لن يستمر على ما هو عليه من وجود مجموعات مصرفة لدى هذه الدول على أنها مجموعات إرهابية لكن هناك طبعا خلاف قديم حديث على آلية التعامل مع المنطقة ما هو أن إدلب تحوي أكثر من خمسة ملايين مدني لذلك تركيا تدرك أن هناك كارثة إنسانية كبيرة جدا وهناك كارثة على أمنها القومي إذا ما كان هناك عملية عسكرية واسعة في منطقة إدلب لا يمكن أن يكون المبرر للتعامل مع مجموعات إرهابية موجودة في المنطقة هو أصف عملية عسكرية واسعة يروح ضحيتها آلاف المدنيين وتؤدي إلى حملة نزوح كبيرة جدا بالعودة إلى الملف السياسي فقبل اجتماعات سوتشي نحن اعتدنا على أن يكون هناك رفع السقف من الجانب الروسي لا فيها بالتصريحات حول إن كان هناك عمليات عسكرية الشيء الثابت أن هناك اتفاق سابق على أعلى مستوى بين الرئيس التركي والرئيس الروسي يقضي بأن لا يكون هناك تحرك مفرق لابد أن يكون أي تحرك سواء محدود أو واسع هو ضمن التنسيق التركي الروسي ونحن نتكلم هنا عن الجهتين المسؤولتين مباشرة ويأتي أقل درجة بالتدخل بالموضوع إدلب هو الجانب الإيراني طيب أساد وخلينا نوقف عند هذه النقطة وأرحب بضيفي الأساد نمرود سليمان وما ثم أعود إليك مجددا أساد نمرود مساء الخير مساء النور أهلا بك أساد نمرود موسكو تمهد لعملية عسكرية في إدلب في ظل الرفض التركي مع اقتراب موعد لقاء ثلاثي يجمع الدول الثلاثة الضامنة في أستانة تحت مسمى سوتشي أساد نمرود خلينا نبدأ بالتالي وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم نحن لن نسمح بوجود محمية للإرهابيين في إدلب اتنين وليد المعلم سيكون غدا في موسكو بعد أن كان في إيران الروس يقولون وهاي طلعت بالإعلام وماريا سخروفة أعلنت ذلك الاتفاق الذي جرى بسوتشي الماضي بأيلول على ما أظن كان مزمنا بمعنى كان له وقت زمني بمعنى هو ليس مفتوحا إلى أبد الآبدي ما بعد سوتشي الأول إلى سوتشي الثاني الذي سينعقد في 14 شهر يعني الخميس القادم ماذا جرى بدل أن تحل قضية إدلب وتفتح الطرق سيطرت جبهة النصرة على المنطقة الروس موقفهم محرد جدا وأضاف على هذا الإحراج الموقف الأمريكي في فنزويلا بمعنى يعني الأمريكان بعد الروس يضغطون على القيادة الروسية قائلين كل ما تطالب به أمريكا تنفذه ولكن أنتم يا بوتين تقولون شيء ولا تنفذونه على أرض الواقع لذلك نلاحظ الآن قبل سوتشي الروس الآن يقولون هناك عملية عسكرية منظمة على إدلب هل يوافق الأتراك على هذه العملية طبعا لا يوافقون ولكن هل يستطيعون أن يرفضون طب شو السبب أستاذ نمرود شو السبب يعني تركيا لا توافق على العملية شو السبب برأيك تركيا لا توافق على العملية ليس لسبب سياسي تدعي أن هناك مثل ما قال الأخ أن هناك ملايين من الناس إذا صار في هجوم عليهم تدعياتها بيجوا على تركيا في عندك شيء ثلاثة مليون لاجئ بيزيد عدد اللاجئين ونحن ليس لدينا إمكانية لذلك ولكن هذا هو الشكل ولكن أنا برأيي الشخصي تركيا كانت قادرة على ضبط الوضع بإدلب أكثر من ذلك طيب لكن أصلحتها السياسية لا تقتضي ذلك بقيت لها ساحة إدلب الوحيدة لكي تكسب ما هدفت إليه منذ ثماني سنوات أضف إلى ذلك عند إعلام أردوغان أنه لدينا علاقات منخفضة على مستوى المخابرات ويقول البعض أن هناك 16 اجتماع صار والآن النظام وتركيا وإيران متفقين على الوضع الكردي في المنطقة كل هذه الأموم تؤثر على اجتماع سوتي اجتماع سوتي سيكون حاسما وحارا وحادا جدا طيب أستاذ وأل استمعت إلى الطرح الذي تفضل به الأستاذ نمرود في نفس الجزئية موسكو تؤكد بأن السلطة على هذه المناطق ستعود لديماشق بمعنى أنها كلها ستعود إلى حضن دماشق في هذه الجزئية برأيكم تركيا ماذا ستفعل؟ أين ستصطف؟ هل ستصطف مع الروس أم سيبقى موضوع الرفض نظري أو سيترجم على الأرض بوجود جبهة عسكرية داعمة تركيا لهذه التنظيمات المتواجدة في إدلب أستاذ وائل؟ طبعا بالسؤال عن استفاف تركيا فبكل صراحة تركيا ستصطف مع مصالحها ومع أمنها القومي وهناك جملة معقدة جدا من المفاوضات الروسية الأميركية التركية ومن المفاوضات التركية الروسية تركية الأميركية حول منبج ومنبج بالنسبة لتركيا هو وعد مستحق من قبل الأميركان ويعملون الآن على إنفاذ الوعود الأميركية السابقة وهناك مثل المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات كل تلك الملفات غير المرتبطة بشكل مباشر لكنها مرتبطة بشكل وثيق جدا بشكل غير مباشر تركيا لا تثق بالوعود لا سيما وأنها جربت ذلك تركيا تريد مصالحها في المنطقة مصالحها أن هناك مجموعات انفصالية على طول الحدود تحاول أن يكون هناك خطر ممتد يصل إلى الحدود التركية وتركيا تريد أن يكون هناك بعد لأمنها القومي أكبر من كلمة المنطقة الآمنة أو طول الحدود السورية التركية طيب أستاذ وائل نعم خليني قاطعك بسكرة أستاذ وائل لو سمحتني الفكرة أنه إذن ماذا تريد المعارضة الكل يتحدث بأن تركيا يهمها موضوع الأمن القومي ويهمها مصالحها وهي تبحث عن مصالحها وهي في نهاية المطاف ستبيع المعارضة طيب الكل يتحدث عن هذا الموضوع ولا أحد يذكر أي شيء فيما يتعلق بموضوع المعارضة السورية التي تحتمي بحمى تركيا أولاها لتركيا بدقيقة لو سمحت أستاذ وائل سيدي هو ليس موضوع احتمال بتركيا أو تركيا ستدعم أو تبيع القضية أن المصالح التركية تتقاطع بشكل كبير مع وجود المعارضة ومع بقاء المعارضة في المنطقة تركيا لن تقدم لا منطقة إدلب ولا منطقة أخرى للأسد يعني على حساب المعارضة هناك تفاهمات إقليمية ودولية كبيرة هناك تعقيد في المشهد بشكل عام وليكن صريحين بأبعد صورة الحملة العسكرية في أيلول الماضي التي كانت تريد روسيا أن تشنها على إدلب وكانت تعارضها تركيا من أوقفها هم الأميركان يعني كان هناك اجتماعات على جميع المستويات وصلت إلى رئيسي الجمهورية في سوتيشي ولم يكن هناك اتفاق روسي تركي حول إدلب حتى جاءت تغريدة ترامب لتوقف كل شيء توقف الحملة العسكرية على إدلب طيب أستاذ نمرود سمعت إلى ما تفضل أبيه لأستاذ وائل وأنا سأزيد من الشعر بيت كما يقوله بصيغة سؤال برأيكم لو حدث بالفعل عملية عسكرية باتجاه إدلب كيف سيكون شكلها وهل ستكون آخر عقدة في موضوع الحل المسار دعنا نقول العملية السياسية السلمية في سوريا أستاذ نمرود سيدي الكريم الروس هذا أنا متأكد منه أنه لا يستطيعون تحمل الوضع في إدلب أكثر من ذلك وقالوا لأردوغان بالاجتماع الأخير الذي جرى في موسكو أنه أنت قلت بنهاية العام ستفتح الطرق وسنقضي على بعض الجيوب الإرهابية باختلاف الوضع الآن اختلف الوضع يعني بسوتيشي الأول كانت المعارضة السورية أو الجيش الحر مسيطر على أجزاء كبيرة من إدلب الآن كلها صارت للنصرة ويقول الروس أيضا في هذه الأيام وخلال هذه معلومات هكذا يكتب الإعلام الروسي الآن النصرة تستقبل إرهابيين جدد قادمون عبر الحدود التركية هكذا يقولون يعني ناقل الكفري ليس بكافر إذن الروس يحشدون النظام يحشد أيضا جبهة النصرة تحشد الروس أنا بتصوري مع الأسف الشديد لا يمكن إلا أن يبدأ المعركة ولكن تركيا موقفها محرج جدا هل إذا هذا الوضع التماقد صراع الأضاب التركي الروسي يؤدي إلى صفقة ما هناك من يقول نعم بمعنى كيف أن تتخلى تتخلى تركيا عن حماية إدلب يأتي روسيا والنظام إلى هناك وتسمح لهم بالدخول إلى شرق الفراد ولكن هذا الدخول ليس كما قاله ترامب بـ 32 كيلومتر وليس مثل ما قال بوتين بأضنة خمسة كيلومتر سيتم نوع من التزاوج ما بين 32 وما بين وما بين الخمسة إلى هذه اللحظة لم يحسم هذا الموضوع لذلك أنا ليش قلت قرارات ستكون هناك قرارات حاسمة بعد نقاش حاد وحار جدا 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 ويقول البعض العارفين وخاصة الأمم المتحدة إن لم تكن القرارات حاسمة ستكون هناك قرارات هامة يؤسس عليها الاجتماع أستانا القادم وهذا هو الدليل لتأجيل اجتماع أستانا إلى نيسان لكي يتعاملوا مع القرارات التي ستتخذ في سوتي طيب أستاذ نمرود حضرتك بدك تبقى معي بالمحور الثاني تفضل بالبقاء معي أستاذ وائل أستاذ وائل دقيقة وأختم معك المحور الأول في الطاولة المستديرة نعم أستاذ وائل الكل يحشد لجبهة إدلب بدي أسألك عن الدور الإيراني هل سيكتفي الدور الإيراني في موضوع التنقل وخلق قناة اتصال بين كل الأطراف الدول الضامنة روسيا وتركيا أم سيكون لها أيضا مشاركة عسكرية على الأرض إلى جانب روسيا في حال لو حدث عملية عسكرية بدقيقة تفضل أستاذ وائل طبعا إذا سرت مع توقعات ضيفك الكريم بموضوع أن هناك المعركة العسكرية على الأرض فإيران ستكون مشاركة طبعا تحت الحماية الروسية أو تحت القيادة الروسية للمعارك لكنني أستبعد على الأقل ضمن هذا العام ضمن امتداد 2019 أن يكون هناك أي عمل عسكري على إدلب وستبقى في النهاية مفاوضات سوتي أو طاولة سوتي تنتظر الإذن الأمريكي لأي حراك عسكري الأمر الذي لن يكون إدلب في النهاية كما قلت لك توقفت المعركة العسكرية الروسية فيها باتفاق تركي أمريكي لذلك موقف تركيا إن كانت وحيدة نعم هو موقف ضعيف ومحرج لكن مع الموقف الأمريكي الذي بدأ جازما وواضحا أيلول الماضي كان موقفها قوي إلى حد كبير جدا وأوقف الحملة العسكرية إيران في النهاية ليست لاعب سياسي قوي في الخريطة السورية مع الضغوطات الأمريكية الكبيرة لكنها على الأرض تملك ميليشيات كبيرة جدا وهي التي تمسك بزمام القوى في نظام الأسعد وهي ستكون إلى طبعا تحت الرأي الروسية بشكل كامل طيب ضيفي من إسطنبول الأستاذ واء العلوان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن شكرا جزيلا لك مشاهدين فاصل وندخل إلى المحور الثاني في حلقتنا الليلة اشتركوا في القناة